بسم الله و الحمد لله و أصلي و أسلم على عبد الله و رسوله نبي محمد و على آله و صحبه أجمعين الشخص إذا أراد الحج فهو مخير بين ثلاثة أمور الإفراد و التمتع و القران و جميعها جائزة بإجماع أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يهل بحج فليفعل و من أراد أن يهل بعمرة فليفعل و من أراد أن يهل بحج وعمرة فليفعل قالت عائشة رضي الله عنها و الحديث في البخاري فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة و هذه الأنساك الثلاثة التي هي التمتع و الإفراد و القران كما ذكرت كلها جائزة بإجماع أهل العلم الإفراد هو أن يهل بالحج من المقات فيقول لبيك اللهم حجا والقران هو أن يجمع بين النسكين الحج والعمرة معا فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة والتمتع هو أن يهل بالعمرة فإذا وصل مكة وفرغ من أعمال العمرة يتحلل منها وبقي حلالا إلى أن يحرم بالحج في اليوم الثامن ومعنى بقي حلالا أنه ما كان ممنوعا عليه بسبب الإحرام يصبح حلالا له إلى أن يحرم بالحج يوم الثامن الذي هو يوم الترويع وهذه الأنساك كما ذكرت جائزة بإجماع أهل العلم وإنما يختلفون في الأفضل فمنهم من يرى أن الأفضل الإفراد ومنهم من يرى أن الأفضل القران ومنهم من يرى أن الأفضل التمتع والحقيقة أن كل نسك من هذه الأنساك يكون راجحا باعتبار فمثلا للإفراد يكون راجحا إذا أنشأ الحاج سفرة مستقلة للعمرة ثم فرغ منها وعاد إلى بلده فأنشأ سفرة أخرى للحج فهذا أفضل وأما القرآن فيكون أفضل إذا ساق الهدية من المقات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حج قارنا وكان قد ساق الهدية وذكر أن الذي منعه من التحلل هو سوق الهدي وأمر الصحابة الذين ساقوا الهدية أن يبقوا على إحرامهم أما إن لم يسوق الهدية فالأفضل له التمتع كما فعل الصحابة الذين كانوا مفردين وقارنين فإنهم لما طافوا وسعوا لحجهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسق الحج إلى عمره ليتمتعوا بها إلى الحج فلو لم يكن التمتع أفضل لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسق ما أحرموا به فدل هذا كله على أن هذه الأمور الثلاثة تمتعوا الإفراد والقراءة كلها جائزة والحمد لله يفعل الحاج ما يتيسر له منها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر